فأثى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل القانون المرجعية المحامي شيخ طارق محمد عبد الله الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة القانون وإصلاح ذات البين وإعلاء قيام العدالة والسلام وأشهد الدكتور معين عبد الملك في برقية وجهها إلى نجل الفقيد المحامي خالد شيخ وإخوانه وجميع أفراد أسرته بمناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعمل المخلص والصادق من أجل سيادة القانون وما عرف به من مواقف مسؤولة في الدفاع عن الحقوق والحريات إضافة إلى أدواره الاجتماعية البارزة منوها بمواقفه في الانحياز إلى جانب المظلومين وسعيه الدائم من أجل تحقيق العدالة والدفاع عن سيادة القانون وأعرب رئيس الوزراء عن بالغ الحزن وعظيم المواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه ورفاقه بهذا المصاب الأليم دعيا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان